كثير من الناس تداول روابط ومقاطع لما يسمى كرة الطاقة هل هذا الأمر حقيقي أم لا خيال علمي؟ سنرى وأنا أتحدث حول هذا الموضوع إن شاء الله في هذا الفيديو أهلا وسلام ومرحبا بكم أنا ناصر صبر وهذه قناة سولانة أنتشى مؤخرا الحديث حول كرات الطاقة وتدعي الجهات التي وراء هذا الاختراع العظيم بأنه ممكن أن يحل محل الطاقة الشمسية ويقتل الطاقة الشمسية يعني يقضي تماما على الطاقة الشمسية لأنه كرات صغيرة بهذا الحجم لا تحتاج إلى مساحة كبيرة بإمكانها أن توفر أو أن كفاءتها تصل إلى 200 ضعف كفاءة الألواح الشمسية وهذا رقم كبير جدا مقارنة بالمساحة التي تكون عليها هذه الكرات طبعا لأول وهلة الإنسان الذي منخرط في هذا المجال وعارف كيف تجري الأمور يستبعد تماما متى هذا الإدعاء ويعرف أنه محظ خيال علمي ولا يعدو كونه وهم وهراء ومحاولها للنصب والاحتيال على الآخرين نعرف كيف أي منتج يمر بمراحل حتى ينضج تجاريا يمر بمراحل أديدة وكثيرة ابتداء من التجارب من التصنيع في المختبر ينزل الواقع ثم يعود إلى المختبر وهكذا تظهر عليه عيوب إلى أن يصل إلى مرحلة النطج التجاري ثم يبدأ ينتشر في الأسواق الناس تقفية وتقبل على المنتج لكن أنك تدعي وتأتي بمثل هذا الفكرة الخرافية وتدعي بأنها ستحل مشاكل الطاقة وتلبي احتياج العالم للطاقة الكهربائية لأنها فكرة ثورية هي خيال علمي هي فعلا خيال علمي لأنها لما تشوف عندك حوالي 9 قرات في بوكس مثل هذا بإمكانها أن تحرك سيارك كهربائية فالأمر فعلا مثير ومغري بالنسبة للناس اللي مش متطلعين لكن الأمر بالكامل عبارة عن خيال علمي الجهة التي وراء هذا الاختراع تدعي بأنها شركة أمريكية وأنها أسست في 2022 وأتت بهذا الإبتكار العظيم وعلى أساس باتطرها بالأسواق ونزلوا فيديو على اليوتيوب ولديهم موقع نلقي نظرة عليه بعد شوي ولكن لو ناقشنا الفكرة من أساسها هل هذا الأمر ممكن؟ هل فعلا هكذا في لحظة ما يأتي منتج ويدعي بأنها بإمكانها أن يهزم الألواح الشمسية ويقضي عليها الألواح الشمسية لها من خمسين يتلقى الماضي بدأت الطاقة الشمسية والألواح الشمسية في الاستخدام بدأت كفاءتها 1-2% واستخدامها بدأت مع المركبة الفضائية وكانت غالية جدا ثم أنخفضتها الأسعار ثم بدأت تسويق تجاريا للمنتج هذا واستمرت الأبحاث والتطوير إلى يومنا هذا بل كاد وصلوا إلى 25% كفاءة للألواح الشمسية مع كل هذه الأبحاث وكل هذه الدراسات وكل هذه التجارب العملية من الواقع والفيدباك وكل هذا التنافس التجاري بل كاد وصلت للشركات ووصل العالم كله بل كاد وصل إلى 25% وشركات تصنيع الألواح تجد صعوبة في أنها تزيد في كفاءة الألواح الشمسية أكثر وأكثر لأنها وصلت تقريبا إلى المت الحدود النظرية لكفاءة مادة السلكون التي مستخدمها الآن نسبة 95% أو أكثر من الخلايا الشمسية في تجارب ثانية وفي أبحاث أخرى حول خلايا بديلة ممكن تزيد كفاءة عن 30% مثل خلايا البروفيسكايت لكنها أيضا لما تنزل للواقع تظهر مشاكلها غير مستقرة عمرها قصير وكذا فلا زالت فالمختبر ولها أيضا سنوات فلما تأتي فكرة مثل هذه من الأحرى بالشخص أنه لا يصدق أي ادعاء مثل هذا وأن كرة مثل هذه الكرات أو منتج مثل هذا بإمكانها أن يزيح الألواح الشمسية التي لها حوالي 70 أو 75 سنة فالشوق من حيث المبدأ الفكرة يعني غير قابلة للتصديق لكن في ناس يعني تنطلع عليهم مثل هذه الأمور ربما نتيجة لأنها مش مختص يعني والناس معذورة في مثل هذه الأمور أي شخص غير مختص ممكن ممكن تنطلع عليهم مثل هذه القضية فلكن بنشوف الآن كيف أن هذا يعني كيف أن هؤلاء مجرد محتالين وأهدافهم واضحة يعني ربما الاحتيال على مستثمرين ربما تسويق هذا الفكر لأغراض احتيالية معينة فمن حيث المبدأ عرفنا أنها غير قابلة للتطبيق وغير قابلة للتنفيذ لأن المنتج يمر بمراحل لما يوصل إلى المرحلة التجارية وأيضا من ناحية الأشياء الملموسة لما تدخل على موقعهم الإلكتروني تشوف أنه غير احترافي هل الموقع الإلكتروني هذا هل كتبوا أي فكرة أي كذا للناس اللي عارفين ومختصين يعني هل جابوا أي دلائل على أن هذا ممكن يكون واقع مثل حاجة يسمى الوايت بيبر يعني ورقة علمية أنه إحنا أتينا بهذا الفكرة من كذا وشوينا كذا أجرينا كذا تجارب هذا مش موجود على موقعهم الإلكتروني وبانشوف ونطل على الموقع إلى جانب أنه غير احترافي وردي التصميم وعبارة عن فقط صفحة ويب وعليها بعض الكلام الفارغ الصادم في الموضوع وعني شفت على أحدى القروبات الهندسية شخص مهندس شارك الرابط فإذا كانت هذه الفكرة انطلت على شخص مهندس يعني من السهل أيضا أن تنطلي على أشخاص آخرين غير مختصين في المجال فبانشوف لو دخلنا على موقعهم هذا موقع الشركة نسمي نفسها ووايفا أو شيء من هذا القبيل وهذا موقعهم مثل ما نشوف أول شيء من الصدفة العجيبة أنه صادفني الشعار حقهم هذا هم يدعون أنهم أسسين أن الشركة هذا أسست يعني أسست في 2022 هذا الشعار بالمناسبة كان شعار الشركة التي أعمل فيها قبل 22 في حتى الشعار سارقين يعني أنا لا أدعي أن الشعار يعني ملك حصري للشركة التي كنت أعمل فيها سابقا هم ربما أخذوا من موقع مجاني لكنهم أسست صغيرة وكذا يعني معذولين لكن مثل هذه الشركة التي تدعي بأنها أتت مثل هذا الإختراع الخرافي يعني يأخذوا شعار من موقع مجاني فهذا واحد من الدلاء التي لا تبشر بخير كانت من بعض المعلومات وهذا الفريق هذا الفريق الطموح الفريق الذي أتى بهذا الفكرة الجبارة فالشعار ما سروق مثل ما تكلمنا لكن الموقع مش احترافي إلى جانب ذلك ما كتبوا أي معلومة عن الاختراع نفسها في حاجة تسمى الويت بيبر عادة أن الشركات التي تأتي بأفكار جديدة أول شيء تسويه لازم تسجل براءة اختراع علشان ما تسرق الفكرة جهات أخرى وتستغلها تجاريا هذا أول أمر فلو كان الأمر حقيقي أول شيء بيسوه بيعملوا براءة اختراع ويسجلوها قبل ما يعلنوا عن المنتج ويرفقوها على الموقع الإلكتروني ثانيا بي نزلوا حاجة اسمها الويت بيبر بمأنهم قد سجلوا براءة الاختراع خلاص ما عادش خايفين من أن الفكرة تسرق قد سجلوها فمن السهل أنهم يضعوا الويت بيبر يقولون للناس وراء الفكرة أيش المواد اللي يستخدموها ويشرحوا للناس المختصين تحديدا أيش اللي صار أيش الفكرة العلمية وراء الموضوع هنا ما فيش أي شيء لا ويت بيبر ولا تسجيل براءة اختراع إلى جانب أن الشعار مسروق ولا الفريق وجوههم لا توحي بخير فهذا كل ما في الأمر هذا من الناحية التقنية إذن من الناحية المنطقية الموضوع مش منطقي نهائيا وذكرنا الأسباب ليش أسباب علمية أسباب عملية ومن الناحية التقنية موقعهم لا يعني موقع غير اخترافي شعارهم مسروق وما ذكروا على الموقع ما جابوا وايت بيبر وتكلموا أشياء سواء علميا ولا عندهم براءة اختراع مسجلة هذه المؤشرات الرئيسية التي من خلالها نعرف أن هؤلاء مجرد محتالين ووراءهم أجندة احتيالية بامتياز الناس نشرت عن هذا الموضوع في فيديوهات كثيرة كرات الطاقة وكاتبين عنوين جبارة نهاية عصر الألواح الشمسية وبداية عصر كرات الطاقة ومن هنا أنا سميت هذا الفيديو الطاقة الشمسية لا تهزم لا يمكن هزيمتها ردا على مثل هذه العناوين التي حقيقة يعني هؤلاء ناس غير مختصين حقيقة ويعني يهمهم الترنت أكثر من التحقق من الفكرة لو شفنا تعليقات الناس على الفيديو الذي نزلته هذا الجهة فلو شفنا التعليقات بلغون جليزية كلها تسخر من الموضوع يعني في نسبة الوعي كثير هو كبير جدا فالتعليقات التي ردت على هذا الفيديو فالفيديو نفسه اللي بيروجوا للفكرة استخدموا فولت ميتر بدلا عن الملتي ميتر اللي من المفترض أنهم يستخدموا في مثل هذه الحالة فيعني كل هذه المؤشرات وكل هذه العلامات تدل على أن هذا المنتج زائف ومجرد احتيال ومحاولة أو مصيدة الاستدراج المستثمرين ويقاعهم في الفخ أشهر الدرسة اللي نستفيدها مثل هذا مش أي فكرة تخطر على بالك أو أي فكرة تشوفها تصادفها أمامك على الأنترنت تشجعها أو تصفق لها لا فيه ناس محتالين فيه أفكار غير عملية فيه أفكار من المستقبل بعيدة جدا ولا زالت يعني قيد البحث والتطوير فلا تتحمس كثير وفيه أيضا أفكار مجرد خيال علمي لا يمكن أن تصبح حقيقي يوم ما فمثل هذه الفكرة يعني من الصعب جدا أنك تصدقها فضلا عن أنها تصبح واقع يعني لأن أزمة العالم الآن ومشاكل العالم معظم مشاكل العالم تتعلق بالطاقة مصادر الطاقة حصول الطاقة الطاقة أمر أساسي في الصراعة التي نشوفها الآن فلو جاء مثل هذا الأختراع هذا بيحل كل مشاكل العالم يعني الفكرة يعني شاطحة جدا وبالتالي نستبعد مثل هذه الأمور ونحاول أننا ما تنطلع علينا هذه المسائل بشهولة أشكركم على مشاهدة يعطيكم ألف عافية أسعد الله وقاتكم والسلام عليكم